أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قل الشيء الذي ذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فهذا مجلس في تفسير سورة التوبة من آية تسعة وأربعين حيث يقول الله عز وجل ومنهم من يقول اذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين في هذه الدورة المباركة دورة الأترجة يقول الله عز وجل ومنهم من يقول اذلي ولا تفتني أي من هؤلاء المنافقين من يقول إذا استنفرته ودعيته للخروج إلى الجهاد ائذلي ولا تفتني أي إني أخشى على نفسي الفتنة لا تفتني لأني قد أرى ما يصيبني بالفتنة وقد ذكر في سبب نزول هذه الآية أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أخشى على نفسي من بنات بني الأصفر يعني فلن أخرج معك إلى الجهاد في سبيل الله ولا شك أنه لم يكن هذا قصده ولكن الذي قصده أن يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك قال ألا في الفتنة سقطوا حيث لم يستجيبوا لله ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يلبوا نداء الله ونداء رسوله صلى الله عليه وسلم قال وإن جهنم لمحيطة بالكافرين هذا تهديد لهم بأنهم سيدخلون جهنم فتحيط بهم نسأل الله العافية والسلامة ثم قال الله عز وجل مبينا ما في قلوبهم من الضغينة والبغضاء على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ أي مهما يُصِبْك من شيء يفرحك ويسرك ويكون لك من نعمة إلا ساءهم ولاحظوا قوله إن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ حَسَنَةٌ نَكِرَةٌ في سياق النفي فتدل على العموم أي أي حسنة قليلة أو كثيرة صغيرة أو كبيرة فإنها تسوءهم أشد الإساءة وتحزنهم أشد الحزن وهذا باق فيهم إلى اليوم وإلى يوم القيامة نرى كثير من المنافقين في بلادنا ويرى كثير من الناس المنافقين في بلادهم كلما حصلت للمسلمين منفعة أو نعمة أو خير أو اجتماع كلمة أو غير ذلك مما يفرحهم ساءهم ذلك وحزنوا وظهر ذلك على كتابتهم ومقالاتهم واجتماعاتهم وفلتات ألسنهم وإن تُصِبْك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون أي إذا أصابتك مصيبة أي مصيبة خرجوا وهم يعتذرون لأنفسهم ويقولون قد استعددنا نحن وخططنا وعرفنا إلى أي شيء ستأول الأمور ولذلك نحن نعلم أنه ستصيبك هذه المصيبة قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون يتولون أي يذهبون وينقالبون إلى بيوتهم وإلى دورهم وهم فرحون بما أصابك من المصيبة وما نزل بك من البلاء قال الله عز وجل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا أي لن ينزل بنا ولن يصل إلينا شيء من خير أو ضر إلا وقد كتبه الله فلا محيد لنا عنه وهذا دائما هو الذي يطمئن المؤمن عندما ينزل به القضاء يعلم أنه قد كتب عليه وأنه لا مفر له منه ولذلك يصبر نفسه ويسلي نفسه بهذا القضاء المقضي والمقدر قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ولاحظوا في التعبير قال إلا ما كتب الله لنا يعني إلا ما كتب الله من المقادير وجعله خيرا لنا لأن الله لا يقضي قضاء على مؤمن ولو كان هذا القضاء في ظاهره شر أو ضر إلا كان في نهاية المطاف من صالح ذلك المؤمن قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من هم ولا نصب ولا وصب ولا حزن إلا كفر الله به من خطايا حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا فانظروا يا عباد الله كيف أن الله يجعل ما يقضيه على المؤمن هو في الحقيقة للمؤمن ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن قال الله عز وجل وعلى الله هو مولانا أن يتولى أمورنا ولذلك لا يكتب ولا يقدر إلا ما هو خير وعلى الله فليتوكل المؤمنون هنا توجيه للمؤمنين وإيجاب عليهم بأن لا يتوكل على أحد سوى الله وعلى الله فليتوكل المؤمن أي عليه وحده لا على أحد سوى وغالبا ما يأتي التوكل بهذا الأسلوب أسلوب الحصر أي على الله وحده لا على أحد سوى فإن قلت كيف أصبح أسلوب حصر قلنا إذا قدم ما حقه التأخير دل على الحصر وهذا أسلوب عربي معروف وعلى الله لا على أحد سوى وإلا كان بالإمكان يقال فليتوكل المؤمنون على الله قال الله عز وجل قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين أي قل لهم يا محمد هل تنتظرون بنا إلا إحدى خصلتين الخصلة الأولى النصر أن ينصرنا الله ويظفرنا بأعدائنا الخصلة الثانية هي الشهادة فنحن نتقلب بين نعمتين وحسنيين عظيمتين أنتم محرومون منها فبماذا تفرحون نحن إن هزمنا أو قتلنا فتلك الشهادة التي نطلبها وهي خير ما يكون من عاقبة للمؤمن وإن انتصرنا وظفرنا بعدونا فهذا عز عاجل أنزله الله علينا وجعله أيضا لديننا كما جعله لنا قال الله عز وجل قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا يعني نحن ننتظر بكم أن ينزل الله عليكم عذابا من عنده لا دخل لنا فيه أو يسلطنا عليكم بالقتل والتشريد والطرد والعذاب والسجن وغير ذلك وهذا تهديد لهم بأن يكفوا عما هم عليه من إيذاء المؤمنين بالأقوال والحركات التي فيها كيد ومكر لأهل الإسلام قال الله عز وجل قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم أي مهما أنفقتم فإن الله لن يقبل منكم نفقاتكم قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم لماذا لا يتقبل منهم لأنهم ما أنفقوا وهم يؤمنون بالله فشرط قبول العمل كله الإيمان بالله جل وعلا فمن آمن قبل الله عمله قال الله عز وجل ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا فاشترط الإيمان وهكذا الأعمال الصالحة لا يؤجر الإنسان عليها ولا يثاب حتى يؤمن فلو أن الإنسان عمل صالحات كثيرة وقدم حسنات وفيرة وفعل أفعالا يشكر عليها ولم يؤمن فإنه يجاز عليها في الدنيا ولكنه لا يثاب عليها في الآخرة لأن شرط ثوابها وقبولها عند الله هو الإيمان قال الله عز وجل قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين أي خارجين عن الطاعة وقد بينا مرارا أن هذه الأسماء الفسق والظلم والشرك والنفاق والكفر والكفر هذه الأسماء الخمسة تأتي في القرآن على وجهين تأتي بالوجه الذي يخرج الإنسان من الملة وهو ما يسمى الظلم الأكبر والفسق الأكبر والنفاق الأكبر الشرك الأكبر والكفر الأكبر وتأتي على وجه آخر وهو أن يكون الظلم والفسق والنفاق والكفر والشرك أصغر يعني يحصر من الإنسان أصل الإسم ظلمه لنفسه بالزنا بالسرقة هذا يسمى ظلم أصغر لا يخرج الإنسان من الملة وكذلك حتى النفاق منه نفاق أصغر ومنه نفاق أكبر والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من خصال المنافقين ثلاثا وهي إذا حدث كذب وإذا وعد أخلاف وإذا أتوا من خان وبيّن أن من كانت به خصلة منهن ففيه خصلة من النفاق وأنهن إذا اجتمعن بالإنسان فإنه يكون منافقا خالصا قال الله عز وجل وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله هذا هو سر عدم قبود نفقاته وهو كفرهم بالله وكفرهم برسوله ولاحظوا كيف أفرد الرسول بإعادة حرف الجر فقال وبرسوله ليبين أن الكفر بالله ليس وحده هو الذي يمنع قبود نفقاته بل لو أنهم آمنوا بالله وكفروا بالرسول فإن نفقاتهم لا تقبل وإن أعمالهم الصالحة لا تقبل عند الله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَةٌ أي هذا من مظاهر نفاقهم ومن أعمالهم التي تعرفونهم بها وهي أنهم إذا جاءوا إلى الصلاة جاءوا وهم يجرون أرجلهم لا يأتون إليها بطواعية وانشراح وإقبال وسعي حثيث وهمة عالية بل يأتون وهم يجرون أنفسهم إليها لأنهم غير مؤمنين بها ولا يرون أنهم ينتفعون بها وقد ذكرهم الله سبحانه وتعالى في سورة النساء بمثل هذه الخصلة قال الله عز وجل يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا وهنا قال ولا يأتون الصلاة ولاحظوا كيف قال لا يأتون الصلاة ولم يقل لا يقيمون الصلاة لأنهم أصلا لا يقيمونها وإنما هم يأتونها لأن هذا هو المنظر المشهود منهم الإتيان أما الإقامة وهي إقبال القلب على الله في الصلاة والخضوع لله عز وجل فيها وكثرة ذكره وطول القيام وطول الركوع وطول السجود وغير ذلك مما يجب أو يسن في هذه الصلاة فإنهم لا يهتمون بذلك ألبت وذلك عبر بالإتيان فقط حتى إتيانهم هذا يكون على وجه الكسل فإن قلت ما الذي يحملهم على ذلك قلنا لأن هذه القلوب مريضة بالنفاق وإذا مريض القلب لم يتحرك البدن هذه قاعدة وذلك تجد هؤلاء إذا ذهبوا إلى دنياهم وإذا ذهبوا لتحصيل أعمالهم ومكاسبهم كانوا من أنشط الناس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وهو يصف أمثال هؤلاء قال وهو يصفهم جيفة بالليل حمار بالنهار يعني أنه في الليل جيفة ينام لا يقوم لصلاة وفي النهار مثل الحمار من قوته على العمل وصبره على تحصيل الدنيا والمكاسب قال الله عز وجل ولا ينفقون إلا وهم كارهون أي لا يخرجون نفقة في سبيل خير إلا وهم كارهون لذلك إنما يفعلونه من أجل أن يحفظوا مكانتهم ومن أجل أن يحصلوا مكاسب أكبر مما أنفقوا قال الله جل وعلا فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم أي إياك أن تستحسن ما حصل لهم من النعم فإنهم لا يستحقون ذلك هذه الأموال التي نعطيهم إياها وهذه الأولاد وهؤلاء الأولاد الذين نؤتيهم إياهم ليسوا إلا فتنة واختبار منا لهم ولا يغبطون على شيء من ذلك لأن هذا متاع عاجل ثم إن هذا المتاع يجعله الله عذاباً معجلاً لهم في الدنيا كما قال في هذه الآية فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا كيف يعذبهم بها في الحياة الدنيا؟ هذا المال إذا لم يستعمله الإنسان في طاعة الله جعله الله عز وجل عذاباً على صاحبه في الدنيا وذلك بأن يشقى في جمعه ويشقى في حفظه ثم إنه تسلط عليه الآفات فيحزن ويتألم لذلك كثيراً ثم إنه بما أنه يعيش في بلاد المسلمين وبين المسلمين ويستفيد من بقائه بين المسلمين يطلب منه الزكاة ويطلب منه المساهمة في وجوه الخير فهو كلما أخرج شيئاً في وجوه الخير تعذب وتألم ألماً شديداً وهذا مما يجعله يعني متألماً أشد الألم ومعذباً أشد العذاب وكذلك الأولاد هؤلاء الأولاد الذين يرزقهم الله إياه يرزقه الله إياهم أيضاً يصبحون عذاباً في تربيتهم والخوف عليهم والحزن والشفقة وأيضاً في كونهم قد يأخذون ماله وفي كونهم أحياناً يكونون مسلمين صالحين فيتعذب عندما يرى هؤلاء يصلون ويصومون ويتطوعون ويجاهدون وهو يكره ذلك منهم جداً ولا يستطيع أن يخبرهم بما في نفسه فالله عز وجل يقول لا تستحسن هذه النعم عليهم ولا تظن أننا أنعمنا عليهم بما تراه بين أيديهم إنما نعذبهم به أشد العذاب هذا عذاب الدنيا أما عذاب الآخرة فأمر لا يعلم قدره إلا الله جل جلاله قال الله عز وجل إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا أما قتادة من المفسرين وهو من كبار المفسرين فيرى أن في الكلام تقديماً وتأخيراً فيقول فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها فيرى أن كلمة إنما يريد الله ليعذبهم بها متقدمة وأن كلمة في الحياة الدنيا قد تأخرت وحقها التقديم ولكن عندنا قاعدة في التفسير تقول إن الأصل أن يبقى الكلام على ترتيب النظم في القرآن ما لم يمنع من ذلك مانع أو يقم على خلاف الترتيب دليل وهنا نحن نقول إن الكلام مستقيم على هذا الترتيب المذكوري في القرآن فنقول فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا ثم قال وتزهق أنفسهم وهم كافرون أن يبقون على كفرهم ونفاقهم الذي يكتمونه في صدورهم حتى تخرج أرواحهم من أجسادهم قال الله عز وجل وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ أن يحلف هؤلاء المنافقون دائماً وأبداً والحلف عادة فيهم وسيمر بنا حلفهم في هذه السورة مراراً سيحلفون بالله لكم يحلفون لكم لترضوا عنهم إلى آخر من حلفهم والعادة إن الإنسان يلجأ إلى الحلف في مثل هذه المواطن إذا كان يشك في نفسه وإلا المؤمن ما يحلف أنه من المؤمنين المؤمن ما يحلف أنه صادق في إيمانه لأن صدق إيمانه يظهر على أعماله وقسمات وجهه وجوارحه كما قال الله سيماهم في وجوهه فهذا المنافق لعلمه بأن الناس يشكون فيه ولعلمه بخبث نفسه يلجأ إلى الحلف ليسوق نفسه على المؤمنين قال وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ أي قوم يخافون أن تفعلوا بهم ما فعلتم بالمشركين وأن تنزلوا بهم عقوبة وعذاباً هذا هو حال المنافقين لأنهم قوم متلونون يظهرون شيئاً ويبطلون شيئاً آخر ولذلك يحلفون ويحلفون حتى يأمنوا على أنفسهم من المسلمين قال الله عز وجل لو يجدون ملجأاً أو مغارات أو مدخلاً لولّوا إليه وهم يجمحون لو يجدون ملجأاً يلجأون إليه أي ملجأ؟ أو مغارات سرديب وأنفاق في الأرض أو مدخلاً أي موضعاً يدخلونه أي موضع؟ لولّوا إليه وهم يجمحون أي لأسرعوا في الدخول إليه والانصراف عنكم إسراعاً لا يرده شيء مثل الفرس الجموح الفرس الجموح الذي يعد عدواً شديداً متمرداً في عدوه فكذلك هؤلاء لو وجدوا بديلاً عن العيش بينكم لأسرعوا في البحث عن ذلك البديل ولكن الله سبحانه وتعالى يقيدهم ليفطحهم ويقيدهم بأموالهم وأولادهم وأوطانهم وجماعاتهم وخوفهم الدائم قال لو يجدون ملجأاً أو مغارات أو مدخلاً لولّوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات جاء إلى صفة أخرى من صفات المنافقين وهي كونهم يلمزون رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات ويعيبون عليه تقسيمها ويقولون إن محمداً صلى الله عليه وسلم لا يعدل في قسمتها حاشاه من ذلك بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام نعم ومنهم من يلمزك في الصدقات فيقولون إنه لا يعدل فيها وقد جاء رجل يقال له ذو الخويسرة فقال يا محمد اعدل فقال ويحك ومن يعدل إن لم أعدل النبي صلى الله عليه وسلم غضب كيف يقال له هذا الكلام ويتهم في أمانته وعدله وهو أعدل الخلق عليه الصلاة والسلام ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن قلت لما يلمزون النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الصدقات لأن قلوبهم متعلقة بالمال ولا يزنون هذا الأمر إلا بمقدار ما يؤتون فإن جاءهم خير رضوا وإن لم يأتهم شيء بدأوا يتكلمون فلان يعطى فلان يقدم والقبيلة الفلانية أعطيت من كذا ونحن ما أعطينا نحن فعلنا ولم نكافى وحديثهم كله حول المال الذي يدخل في جيوبهم والذي يدخرونه أو يقتاتونه ويبحثون عنه قال ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون إن أعطوا منها إذا هم يسخطون إذا هم يتذمرون ويتحدثون ويلمزون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبالون وقد ذكر الله عز وجل هذه الصفة في سورة الأحزاب فإذا جاء الخوف رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا هؤلاء قوم هذه عادتهم وهذا ديدنهم عندما تأتي قسمة الغنائم نحن قد شاركنا نحن قد قاتلنا نحن فعلنا وفعلنا لو لا أننا قلنا لكم كذا وفعلنا معكم كذا لما حصل كذا وكذا فيطالبون بحقوقهم بقوة لكن عندما يأتي أمر الكتال ويأتي الطلب للمشاركة في الجهاد في سبيل الله إذا بهم يجبنون ويخورون وترى الواحد منهم عليه علامات الموت ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت قال الله عز وجل وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون أي لو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله لكان خيرا لهم والجواب هنا محذوف كما يقول العلماء للعلم به يعني لو أن هؤلاء رضوا ما آتاهم الله ورسوله وصاروا إذا جاءهم شيء حمدوا الله وشكروا وإذا لم يأتهم شيء لم يعني يسخطوا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم به وقالوا حسبنا الله يعني لو أنهم قالوا حسبنا الله يعني الله كافينا هو حسبنا ونعم الوكيل سيؤتينا الله من فضله ورسوله الله سبحانه وتعالى سيرزقنا وينعم علينا ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيعطينا ولن يظلمنا من حقنا شيئا إنا إلى الله راغبون نحن نرغب إلى الله ونطلب الرزق والفضل منه وحده ولا نلتفت إلى أحد سواه هذا هو ديدنا المؤمن يعلم أن الرزق من عند الله وأن الفضل كله بيد الله جل جلاله وقوله وقالوا حسبنا الله أي كافينا الله هذا فيها دلالة أو هذه الآية فيها دلالة على أن الحسب مخصوص بالله الحسب بمعنى الكفاية ولذلك ما قال وقالوا حسبنا الله ورسوله وإنما قال وقالوا حسبنا الله أي كافينا الله فإن الكفاية من خصائص الله سبحانه وتعالى قال الله أليس الله بكاف عبدا وبهذه الآية يعرف معنى قول الله عز وجل في سورة الأنفال يا أيها النبي حسبك الله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين هل قوله ومن اتبعك من المؤمنين معطوفة على قوله الله يعني حسبك الله والمؤمنون أيضا لا وإنما المقصود يا أيها النبي حسبك والمؤمنون الذين معك الله هو كافيكم فالحسب والكفاية من فعل الله سبحانه وتعالى ومن خصائصه وهذا هو المعنى الصحيح لتلك الآية في سورة الأنفال بدليل أنه لما جاء إليها هنا ما قال وقالوا حسبنا الله ورسوله وإنما قال وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون جاء بها على صفة التقديم والتأخير لم يقل إنا راغبون إلى الله لماذا لأن المراد إفراد الله وحده بالرغبة يعني إنا راغبون إلى الله وحده لا إلى أحد سواه فإن قلت من أين جئت بهذا المعنى وهو معنى الحصر قلنا جئنا به من تقديم ما حقه التأخير أصل الكلام إنا راغبون إلى الله فلما قدم فقال إنا إلى الله راغبون عرفنا أن المراد به الحصر وهذه مثل قول الله عز وجل في سورة الشرح فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب أي ارغب إلى الله وحده ولا ترغب إلى أحد سواه ثم قال الله عز وجل مبينا ماذا يفعل رسول الله بما معه من المال وكيف ينفقه ويصرفه إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم هؤلاء الأصناف الثمانية هم الذين تصرف لهم الزكاة وهم الذين يجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوصل إليهم ما يرد لبيت المال مما يجلبه السعات إلى بيت المال ويأخذونه من زكاة الناس فينفقونه على هذه المصارف الثمانية فلا تظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصرف فيها بمحضي الهوى أو بيعني الرغبة المجردة ولكنه يفعل فيها ما أمر عليه الصلاة والسلام ذكر الله الأصناف الثمانية وقال إنما إنما الدالة على الحصر ولهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أنها محصورة في هذه الأصناف الثمانية الزكاة محصورة في هؤلاء الأصناف الثمانية لا يجوز الزيادة عليهم فمثلا لو جاء إنسان قال هل أعطي اليتيم من زكاتي نقول ما تعطي اليتيم لأجل اليتم لأن اليتيم أو اليتم ليس من مصارف الزكاة فإن قال إن اليتيم فقير قلنا نعم تعطيه لفقره لا ليتمه فإن اليتيم لا يلزم أن يكون فقيرا قد يكون عنده ملايين ومع ذلك هو يتيم قال الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء بدأ بالفقراء لأنهم أشد الناس حاجة وهذا يدل على وجوب العناية بهم ورعاية حقهم وإعطائهم هذا الحق وإغنائهم من مال الله عز وجل وقوله للفقراء جاء باللام الدالة على التمليك وهذا يعني أن الفقراء يملكون هذا المال وإذا ملكوا تصرفوا فيه كيف شاءوا لا يجوز لأحد يعني أن يفرض عليهم شيئا معين هذا المال تفعل به كذا وكذا وكذا لا تعطيه هذا المال لفقره ليتصرف فيه طبعا لو علم الإنسان أنه لا يتصرف فيه تصرفا رشيدا فإنه لا يوضع المال بيده لأنه سفيه فالمقصود أن المال إذا وقع بيد الفقير ملكه فتصرف به تصرفا تاما فهو ينفقه في مصالحه وفيما يرغب فيه من دون أن يكون هذا المال مسترجعا أو مردودا ولذلك لو أن هذا الفقير أخذ الزكاة وبعد يوم أغناه الله جاءه إرث مثلا من قريب أو من أحد أو عطية أو هدية أو شيء من ذلك كثيرة جدا حتى أصبح غنيا هل يرد الزكاة التي أخذها بالأمس بحق وهو حق الفقر نقول لا يرد لأنه لما أخذها تملكها ولما تملكها صار له الحق في أن يفعل بها ما يشاء قال والمساكين هذا هو الصنف الثاني وهذا يدلنا على أن ذوي الحاجة نوعان نوع فقير ونوع مسكين أيهما أشد اختلف العلماء لكن نعلم من ذكرهما أن أحدهما أشد من الآخر وأنه ينبغي البدء بالأشد والحرص عليه الفقير من هو؟ قيل الفقير هو من لا يجد الكفاية وهو مريض والمسكين من لا يجد الكفاية وهو صحيح وقيل إن الفقير من يجد أقل من نصف كفايته والمسكين من يجد أقل من الكفاية فإذا كان الإنسان يكفيه في اليوم مثلا يكفيه خمسون ريالا إن وجد أقل من خمسة وعشرين فهذا يسمى فقيرا وإن وجد أقل من خمسين وفوق الخمسة والعشرين فهذا يسمى مسكينا وقد اختلف أيهما أشد المسكين أو الفقير والذي يظهر والله أعلم أن المسكين أقل حاجة من الفقير ولا إشكال في هذا الأمر ومما يدل على ذلك ما ورد في سورة الكهف في قول الله عز وجل أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها فجعل سماهم الله مساكين ومع ذلك عندهم سفينة يقتاتون عليها ويعملون بها وهذا يذل على أن المسكين أفضل حالا من الفقير وسمي المسكين مسكينا لأنه تظهر عليه آثار المسكنة والذل لفقره قال الله عز وجل والعاملين عليها العاملون عليها هم أولئك السعات الذين يبعثهم الإمام لأجل جبايتها من أهل الزكاة فهؤلاء يسمون عاملين عليها كان الإمام يبعثهم في أنحاء الأرض يأخذون من الرعاة ومن المزارعين ومن أصحاب التجارات ويجمعون هذه الزكاة ويأتون بها إلى بيت المال فهؤلاء ينفق عليهم من مال الزكاة لأنهم يعملون في الزكاة ينفق عليهم من مال الزكاة بمعنى أن نفقتهم في سفرهم وذهابهم وإيابهم ورواتبهم تكون من الزكاة ولا شيء عليهم ولا شيء عليهم ولو كانوا أغنياء بالفعل لأن الله جعل المال لهم لأجل حمالتهم وسعايتهم وجبايتهم قال والمؤلفة قلوبهم المؤلفة قلوبهم هو كل من نتألف قلبه إما رغبة في أن يدخل الإسلام وإما لصد وكف شره عن المسلمين فهؤلاء يسمون المؤلفة قلوبهم فهؤلاء يعطون وإذا أعطوا منها شيئا ملكوا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قلوب أقوام بالأموال ومن أعظم ما يرغب الإنسان في قبول الإسلام هو المال خصوصا هؤلاء الكفار الذين لا هم لهم إلا الدنيا يجمعونها ويحبونها ويؤثرونها على كل شيء قال الله عز وجل وفي الرقاب والغارمين قال وفي الرقاب في هذه لا تدعى التمليك وإنما كما يقول علماء تدل على السببية يعني توضع في فك الرقاب وعليه فإن هنا لا تمليك فيها فإذا كان عندنا عبيد أرقاء من المسلمين أو مكاتبون يريدون أن يفكوا رقابهم من أسيادهم فإننا نعينهم بمال الزكاة وفي الرقاب والغارمين أيضا الغارم هو المديون الذي كثر الدين عليه حتى لا يستطيع الوفاء وليس عنده ما يوفي به دينه فهذا يعطى من الزكاة بقدر ما يوفى به دينه وهذا الرجل قد يكون غنيا يعني عنده كفايته عنده راتب يكفيه وأولاده وسكنه وحاجاته الأساسية والأصلية لكنه قد غلب عليه الدين فهو لا يستطيع أن يوفي بالدين فهنا يعطى وفاء دينه يعطى وفاء دينه ولو كثر قال الله والغارمين وكذلك الذين غارموا من أجل إصلاح ذات البين أحيانا تحصل هناك مشكلة بين قبيلتين ويحصل بينهم قتلى أو ذهاب أموال فيأتي إنسان ليصلح بينهم فيقول أنا أتحمل هذه الخسائر كلها فاصطلحوا فياصطلحون ويتحمل شيئا كثيرا أكثر من طاقته وقوته وقدرته وقد لا يكون عنده ما يفي بهذا الأمر فهذا يجوز له أن يأخذ من الزكاة ما يدفع به قيمة هذه الخسائر ولو كان في نفسه غنيا وهذا يسمى يتحمل حمالة تحمل حمالة لأجل إصلاح ذات البين ولأجل إطفاء الفتن نسأل الله العافية والسلامة قال وفي سبيل الله في سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله من العلماء من جعل هذا المعنى عاما في كل أنواع الخير والسبل الخير ولكن هذا المعنى غير صحيح لماذا؟ لأننا لو فتحناها في جميع أبواب الخير لما صار للحصر في أول الآية فائدة وهو قوله إنما فإنما تدل على أنهم محصورين معدودين ثمانية إذا قلت في جميع وجوه الخير معنى ذلك أن قوله إنما لا فائدة منها ولذلك الصحيح أن في سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله ثم يأتي خلاق آخر ما المراد بالجهاد؟ هل هو جهاد السيف؟ أو جهاد السيف وجهاد الكلمة؟ كل العلماء متفقون على أن في سبيل الله يدخل فيها جهاد السيف لكنهم مختلفوا هل جهاد الكلمة مثل جهاد السيف؟ هذا محل خلاف بين العلماء وكثير من علمائنا المعاصرين يرون أن جهاد الكلمة داخل في الجهاد في سبيل الله ويستدل لهذا بقول الله عز وجل وجاهدهم به جهادا كبير أي جاهدهم بالقرآن جهادا كبيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان مثابت أهجهم وروح القدس معك مما يدل على أن جهاد الكلمة جهاد معتبر ومؤثر فالصحيح والله أعلم أن الجهاد يشمل جهاد السيف وجهاد الكلمة ولذلك بذل الزكاة في وسائل الإعلام التي تدعو إلى الإسلام وتدعو إلى الدين وإلى الفضيلة وتحذر من الرذيلة وفي نسخ الأشرطة وطباعة الكتب وكفالة الدعاة والقوافل الدعوية وفي تحفيظ القرآن ونحو ذلك جائز إن شاء الله تعالى قال وابن السبيل وهو المسافر الذي انقطع في سفره فهذا أيضا يعطى من الزكاة ولو كان غنيا في بلده قال فريضة من الله أي قد فرض الله لكم ذلك فريضة فيجب عليكم أن تمتثلوا وأن لا تزيدوا أو تنقصوا قال والله عليم حكيم عليم بمن يستحق هذه الزكاة حكيم يضع كل شيء موضعه إلى هنا نأتي إلى الاختام هذا اللقاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في القرآن العظيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبار ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخ في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك شكرا